اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا فقط احنا مش بنهدد لان التهديد ولاي الزراع مش هيوصلني النتيجة انا عاوز تفاهم عاوز توازن عاوز صوت المحامين يوصل المشكلة ان من لديهم الصلاحيات ولديهم المناصب في لقافة المحامين بيؤثروا المصلحة الخاصة على مصلحة العامة يصلحوا بيقدموا مصلحتهم الشخصية ووجهتهم الاجتماعية على حساب المحامين اصحاب الفضل عليهم للوجهة الاجتماعية لاحظك الحكم الصادر بالنسبة للمحامين محامي ايه؟ فارسكور انا لا استطيع ان اعلق على حكم صادر من قضاء من محكمة حكم المحكمة على رأسي انما في منظومة العلاقة بين المحامين والقضاء ورجال الشرطة لا مع كامل احترام من الاعتذار اللي يقدمه المشير في بتاع السيسي وده يحسب له لكن ده لا يعني ان اعفي المسؤول عن الخطأ انا عاوز اللي يتكي الجريمة في حق المحام يتعاقب علشان انا بآمن على نفسي آمن على نفسي وانا بؤدي مهنة المحامات مش انشان احنا الرايس اعتذر فنقدر نقول خلاص عف الله عما سلف لا احنا هنواصل المفروض انه في استقناف والمفروض ان احنا يعني على الاقل فيها او في غيرها لازم ان يرتكب جريمة ضد محام يتحاسد وإلا ده حيبقى مبدأ عام طب فيه آلاف اللي صادرة ضدهم احكام عندهم استنجاد يعتذروا اذا كان الاعتذار ده حيطلعهم من السجن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة